حلو. درşallah اوراقي. بس تعالي forgiving damit الحالات تحبيب تبدأ بيه. هواريك حالات فيه الضغط اللي حصل. ازاي لعيبة الزامالي كان بتضغط على لعيبة النادي الاهلي- ولعيبة النادي الاهلي ازاي كان بتدور الكرة بشكل كبير جداً- يتفرق كده لعيبة النادي زامالي بتضغط على كل حتة في الملعب بشوف كم لعيب من النادي زامالي كده- ست لعيب ضغطين- بعدين النادي الاهلي بيدور الكرة بشكل كبير جداً- وشكل جايك جداً- النادي الزمالك بيضغط بيحول الضغط من ناحية اليمين لناحية الشمال شفت الضغط كان فين الوقت كان ناحية اليمين للوقت الضغط بقى ناحية الشمال لحد ما لعبت نادي الزمالك مش مدين فرصة لعبت النادي الاهلي لحد ما تستخلص الكرة بالشكل اللي انت شايفه بالشكل ده الناحية التانية هتلاقي نفس السيناريو ده لعبت النادي الاهلي بتضغط ضغط عالي هو وده الحاجات بقى اوقف بقى اوقف اوقف بس بص هنا لعيبة النادي الأهلي كام واحد بيضغط هنا تلاتة على تلاتة اوه شايف المنظر عامل ازاي فهنا في ضغط عالي رغم الضغط ده أنا أول مرة شوف ودي من الحاجات اللي تحسب لجميز ان النادي الزمالك تحت الضغط العالي ده بيلعب كرة وبينقل كرة وعايز يطلع بالكرة ودي من الحاجات الإيجابية ماشي الحالة ودي من الحاجات الإيجابية اللي هي أيها بص شايف ليه هنا الكوالات بتاع لعيبة نادي الزمالك عالي والموضوع ابتدى يعلم فبيضغط النادي الأهلي يضغط عشان ياخد كورته شكل كبير فدي حاجات من الحاجات الإيجابية النادي الأهلي كانت رعب الكورة بس في اللقطة دي الزمالك ما طلعش لا ما طلعش هنا الأهلي ما هو بص بتفضل تضغط لحد ما بتوصل لمرحلة خلاص الضغط انت مش قادر تطلع بالشكل الكافي في عدد النقالات اللي انت توصل بالنادي ده انما ده بيديك حق أو شكل جديد لنادي الزمالك ان انت او النادي الأهلي ان خلاص من مدرسة الأجنبية بتاعت تأثر على فكر اللعيب المصري والراجل جميز ده اما هياخد وقت مع كوالة لعيبة نادي الزمالك ويبتد التدعيم خلي بالك لان انت ما جد حتى دعمت في الصفقات يناير دعمت قبل لعيبة كويسة وكوالة عالي بس مش في كل المراكز اللي انت عيز لسه عنده عجز في المراكز لو ما يتم تدعيمها في التدعيمات الصيفية لا انا شكل نادي الزمالك هيبقى شكل مختلف انا هكلم المدرب اللي تبال له امارات من الاول كده فجوزيجو ميز بيله امارات بلزبط مش هنقول ان هو خلاص حط ييده على الفرقة وخلاص والناس حفزت مية في المية بس في حاجات ونمط بقى شوية تحس انه ايه لا المدرب حط نمط لعب واضح يعني استراتيجية بيعرف لعيبته انا عايز ايه بيديهم صيخة ازاي أستلم وسلم تحت الضغط بيديهم الفكر اللي هو عايز يعمله وهنشتغل ازاي طول التسعين دقيقة عظيم كمله يا شباب كمله يا شباب الحالات عشان الكبت خلش على الحالة بقى اللي احنا بنتكلم فيها ان النادي الاهل ازاي اخطأ في بداية المبروة مثل كولر اخطأ في بداية المبروة بص دي حاجمة للنادي الاهل تمام شوف هنا طهر محمد طهر الطبيعي هنا مطهر يرفع وشه عشان يعمل الكروس ده يبقى فيه كام لعيب من النادي الاهل هنا يبقى فيه مثلا جناح ومهاجم وممكن عمر كمان هو اللي ضمه واسرع بسرعة عشان يبقى موجود طب فين الكسافة العددية اللي فيها لعيبة النادي الاهلي مش هتلاقيها موجودة بعكس كرة الهدف ماشي يا جماعة الكرة خلاص بص ايوة بص بقى هنا اتنين همت بس من لعيبة النادي الاهلي على ثلاثة من لعيبة نادي الزمن الجوة بعكس هنا اما النادي الاهلي يجيب الهدف بعد يما عمل التغييرات ونزل اللاعبة اللي تقدر تبقى موجودة جوة جوة الصندوق بص هنا لعيبة النادي الأهلي كم واحد جوة 18 هنا بص ثلاثة ولسه ما دخلوش بص هنا أما كرة تتلعب أعبأ بس أعبأ كم لعيب هنا جوة 18 من لعيبة النادي الأهلي شايف وغير الرجل اللي عمل الكروس فده هنا في كسافة عددية فقدر النادي الأهلي يحرز هدف هنا في التوقيت ده كل اللي فات قبل أحراص الهدف قل لي لقطة انت ككريم وانت قاعد بتتفرج عليها شفت حاجة مؤسرة للعيبة النادي الأهلي على مرمى نادي الزمان لا شيء لا شيء يبقى هنا أصبح ان الكسافة العددية وفي الحالة الهجومية اللي بعد التغييرات اللي أمعدل كولر طريقة اللعيبة نفسها وطريقة اللعب واصلوب ان ينزل نوعية لعيبة تنفع تلعب مباراة زي دي لا هي اللي أصفرت عن اللي يكون فيه هدف للنادي الأهلي بالشكة ده ماشي كورة ماشي كورة خلاص فقدر النادي الأهلي يحرز الهدف في الكسافة العددية فدي نقطة مهمة جدا لازم النادي الأهلي يستوعب ده بشكل كبير جدا في اللي جاي هات الحالات اللي بعدها عندنا حالات طبعا الجزيري أنا شايف انه مخادش حقه رغم انه هو رجل المباراة رغم ان الناس مبسوطة منه بشكل كبير جدا انه مخادش حقه هنا أنا عايزة أقول بس أوقف ارجع تاني هنا عايزة أقول حاجة مهمة جدا وإحنا كنا بنقولها لكورة لا ارجع من الكورة من الأول ماشي كورة أيوة أول ما وقف عبد الله سعيد أول ما أقطع الكورة هنا أول حاجة أفكر فيها ايه أنه بس طولي أنه على طول بس طولي نحن فيا مدرب بيقول حاجة لأن الكلام ده ما تقررش مع عبد الله سعيد بس تكرر مع ناصر ماهري في كورة الهدف تكرر مع كل لعيب من نادي الزمالك بيستلم الكورة أحمد حمدي نفس الكلام دونجة أي لعيب بيستلم الكورة في نص ملعب نادي الزمالك عايز يلعب من وراء مدفعين النادي الاهلي بشكل كبير عشان يعملها